نتحدث عن الجوافة في هذا الصباح وأحمد شاور سيكون معنا في نقلة حول هذا الموضوع نقلة صباحية يسعد صباحك أحمد صباح الخير دوحا صباح الخير مشاهدين الكرام ماينما كنتم تتابعوننا في هذه الفقرة الصباحية من برنامج فلسطين هذا الصباح بالفعل أن نحن في إحدى أراضي الجوافة في مدينة قلقيليا لنرصد لكم والمشاهدين الكرام هذا الموسم الذي ينتظره أهالي قلقيليا بشكل عام والمواطنون في فلسطين بشكل أعم هذا الموسم بدأ منذ حوالي شهر وبدأ المزارعون يقطفون الثمار ويروجون لهذا المنتج ويسوقونه في الأسواق في مدينة قلقيليا وفي المدن الأخرى هناك شيء جديد في هذا الموسم من ناحية التسويق سنتحدث عنه وسنتحدث عن الموسم بشكل عام مع نائب رئيس الغرفة التجارية في مدينة قلقيليا أو في محافظة قلقيليا السيد حسن شكيرو صباح الخير صباح الخير أخي أحمد صباح الخير لأي لك و لجميع المشاهدين أهلا بك يعني لو نتحدث في البداية عن إنتاج هذا العام سمعت أنه انحصدت الجوافة في قلقيلي وكل الإنتاج نعم طبعا الجوافة زيها زي أي شجرة ثانية بتتأثر في تقلبات الطقس في موجات الحر اللي أجت فكثير من الشجر مش حامل بس بالمقابل ما هو فيه الشجر اللي انزرع السنة الماضية واللي قبلها الشجرة اللي كانت تنتج مثلا عشرة كيلو السنة بتنتج ثلاثين كيلو بكبر الشجر بزيد كمية الإنتاج فطبعا أكلم من السنوات الماضية مش بإشي كثير يعني تقريبا أكامن طن بنحكي إحنا في السنة الماضية كان إنتاج محافظة كالكيلي من عشر ألاف لتناشر ألف طن جوافة السنة متوقعين أنه يكون من ثماني لعشر ألاف طن طيب ممتاز هل نتحدث عن تسويق هذا الإنتاج الضخم التسويق إحنا في الغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية يعني كثير كنا نسمع أنه المواطن الفلسطيني في المحافظات الثانية في الخليل رمالة وبيت لحم مشتهي الجوافة الجوافة غالي طب كيف يعني والجوافة في السوق كالكيلي تباع الكيلو بثنين شكل وبثلاثة شكل وفي رمالة والخليل وبيت لحم بطلبوا فيها عشر شكل وخمستاشر شكل فإحنا مع وزارة الزراعة مع الغرف التجارية في محافظات الوطن كنا خلينا نعمل على تشجيع التسويق المحلي إنه المواطن يشتري الجوافة من المزارع مباشرة بدون وساطة التاجر اللي للأسف الشديد المزارع والمواطن بروحوا ضحية هذا التاجر نعم طيب الطريقة اللي اتبعتها في هذا نعم هي كانت الفكرة أيام تسويقية مش مهرجان جوافة أيام تسويق للجوافة وللعنب في الخليل أيام تسويق في رمالة في البيري أيام تسويق في نابلس في المحافظات اللي فيش فيها جوافة يعني أنا بدي أبيع جوافة المزارع الكالكيلي وين بدي أبيعها مش في كالكيلي المزارع نفسه بيحمل إبضاعت وبروح على مدينة وبروح على مدينة أخرى بتنظيم من الغرفة التجارية مع وزارة الزراعة حتى كنا بدنا ندعم المزارع بتعرف أنه يروح يبيع جوافته هو شخصيا في رمالة أو في بيت لحم أو الخليل هذا مكلف نقل وكرتون وعنده تكاليف إحنا كغرف تجارية دعمنا هذا الموضوع المنظمات المانحة دعمت هذا الموضوع مشكورين سواء كانوا الفاو أو غيره أو الإغاثي بخصوص مواعيد هذه الأيام هذه الأيام بكرة يوم الأربعة أنا بستغل الفرصة أنه أدعو مواطنين إخواننا في رمالة أنهم روحوا بكرة الأربعة يشتروا جوافة من المزارع الكالكيلي مباشرة بسعر زهيد بسعر يعني معقول اللي المزارع ما يخسر وهم يأخذوا الجوافة بدون جشعة تجار لو نحكي باختصار عن موضوع التصدير فكرة التصدير هي قديمة يعني كيف السنة بدكم تتعاملوا معنا نعم إحنا الشهر الماضي أنا بالذات إجا وزير الزراعة الأردن معالي الوزير المهندس خالد الحنفات لطباس كان المفروض يجع على الكالكيلي ولغة فرحنا له لطباس طلبنا منه أنه يعجل في فتح باب التصدير للجوافة الكالكيلي أنه يكون في 15 تسعة هو قال أنا ما وعدكم أنا بوعدك في 20 تسعة أفتح باب التصدير عساس أنه ما يأثر على الجوافة اللي في الأغوار الأردنية يعني بتعرف هناك الجو حامي الجوافتهم بتطيح وبتخرب كبل جوافتنا طيب تمام بسؤال أخير عن كمية التصدير المتوقعة نعم إحنا متوقعين السنة أنه نصدر من 1500 ل2000 طون هذا بحل مشكلة الفائد في السوق المحلي مع الأيام التسويقية اللي رايحة تكون وكانت في الخليل وبكرة في رمالة وبعد هيك في نابلس إنه يتعوض المزارع الفلسطيني تنحل مشكلة الفائد في الجوافة عن حاجة السوق المحلي نعم شكرا شكرا جزيلا لك عبد المتوقعة في جهودكم مباركة إن شاء الله يعني بنتحدث عن طرق تسويقية جديدة بالإضافة للتصدير الذي كان متبع في السنوات السابقة والذي يعني يحل مشكلة بالفعل في تسويق هذا المنتج الذي ينتج بكميات ضخمة نتحدث الآن أيضا مع المزارع رامي الجداعي سعد صباحك صباح الخير حياك الله نتحدث عن تسويق لمنتج الجوافة وانت بتعرف يعني كميات ضخمة في الأسواق بتكون مرات يعني في مدة قصيرة نتحدث عن أثر هذه الطرق التسويقية عليكم كمزارعين احنا صباح الخير للجميع يعني منتج الجوافة في محافظة كولكيلي تفتخر فيه كولكيلي كمنتج لأنه هو السلة الغذائية للمحافظات الأخرى والجوافة طبعا ما بتنجح إلا في محافظة كولكيلي بسبب الأجواء والمياه اللي موجودة فيها احنا يعني بنرحب فيكم بنحب يعني أنه نقول لكم أنه عنا في مشكلة بالنسبة للجوافة في التسويق في عنا فترة زمنية مؤقتة يعني يعني الجوافة مشكلتها إنها موسم شهر واحد سريع جدا سريع جدا وفي هذا الشهر لازم تتسوق صح وانتاج ضخم وانتاج ضخم يعني يوميا على الأسواك المحلية عندها هسة حاليا بنزل على إذا سوق الكيل المحلي بنزل عليه يوميا مش أكل من 2000 إلى 2500 كيل كارتوني وال2500 كارتوني طبعا كل كارتوني أكل إش 12 كيلو هاي لما تيجي تضخ كلها في الأسواك المحلية بصير فائض بصير فائض وصعب تسويقها إحنا يعني نشكر وزارة الزراعة والغرف التجارية عملونا حملة تسوق يعني أيام تسوقية من المزارع للمستهلك مباشر عملوا في بيت لحم عملوا في رمالة عملوا في الخليل وهس إن شاء الله يعني في الأيام القادمة فيه في نابلس هاي بتخفف أزمة بس ما بتخفف الأزمة اللي موجودة عند المزارع التصدير ممكن يعني يساعدون التصدير يعني إحنا العام الماضي صدرنا 10% من إنتاجنا يعني بنتمنى من إخواننا الأردنيين إنه يفتحوا باب التسويق مستعجلا يخفف معاناة المزارع الفلسطيني في محافظة كالكيلي لأنه هاي الفترة هي من 15-9 لـ 15-10 هي بتكون عندنا أزمة هاي هجمة الجوافة ضروة المنتج هي هاي اللي بتكون عندنا الأزمة يعني هذا الشهر إذا بتصدر من إنتاجنا 10% بنحافظ على السوق المحلي طيب ويعني فكرة تصديرها يعني موجودة بنتحدث فيما بعد يعني اللي هو 15-10 بيظل فيه إنتاج للجوافة وفيه أنواع يعني بتنزل متأخرة فيه إنتاج وفيه أنواع متأخرة بس كمية أقل وبتكون يعني في الأسواق المحلية محافظة على سعرها لأنه تكلفة الجوافة عندنا هان تكلفة عالية يعني تكلفة الكيل ومش أكل من شيك ليلة شيك لنوص بتكلف المزارع لما تروح بشيك ليلة نصف السوق المزارع ضمار إذا ما رحتش أكل من ست شيك يلي بيخسر شكرا جزيلا لك مزارع عرام معجد الجدع يعطيكم ألف عافية يعني مشاهدين الكرام إذن يعني إلى هنا تنتهي فقرتنا وطبعا زملائنا يعني ومشاهدين بندعوكم لمتابعة هذه أيام التسوق في المدن الفلسطيني وأيضا إلى زيارة مدينة كالكيريا يعني التجول في هذه الأراضي بين أشجار الجوافة والأشجار الأخرى إلى هنا تنتهي فقرتنا يعني إليك ضحى شكرا جزيلا